او صحيح لك ما عندنا مئة عام ما عندك لا عدي مية واربعة مية واربعة اي نعم عندي مية واربعة سنة زي اكبر حاجة بالدول الاسلامية شتون بصراحة شتون رح تقدر تأدي يعني اولا انا مو ضد المرسال كبار السن ولكن شو رح تأدي يعني اولا احنا تقريبا عدنا ثمانين بالمئة هم كبار السن ثمانين بالمئة نعم هاي انتم خليتوها لو هي نتيجة القرعة لا هي نتيجة القرعة وهذا سببه شنو أخواني سببه إحنا لا نظل مثلا نبحث أحيانا نفتش عن الحكم الشرعي نعم ونفتش عن أسباب الاستطاعة نحن والاستطاعة كلامكم صحيح ولكن الظروف القاهرة التي عصفت بالعراق يعني تعرف العراق يعني ما تنفس إلا بعد سقوط النظام البعثي السابق أنه ما كان يحجون بالعراق فقط ثلاثة ألاف أربعة ألاف نفر نعم وذولا نصهم أمن ومخابرات يعني الحون فأغلب الشعب العراقي أصلا لا يمتلك جواز نعم كثير من العوائل ما رأت الجواز إلا بعد سقوط ماكو جواز من عنده جواز سفر ذاك من ذاك في في العراق عنده جواز سفر فضلا أنه يحج إلى بيت الله فسبب حرمان الشعب من سنوات طويلة من الحج أدى إليه أنه الناس تزاحم نعم على هذه الفريضة التي تؤدي هذا الركن المهم بالإسلام اللي هو الحج فلذلك نشوف أعمار كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر